والآن نتحول إلى أسلو. ومن هناك ينضم إلينا عبر الإنترنت دكتور مادسين جالبرت. مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة. والذي عمل لسنة طويلة في مستشفيات القطاع. دكتور جالبرت أحييك على الجزيرة مباشر. اليوم الثاني بعد المئة من الحرب الإسرائيلية. وهذا العدوان على قطاع غزة. كيف تقيم المشهد خصوصا الإنساني والصحي من وجهة نظرك دكتور؟ أولاً أود أن نأخذ لحظة لنتذكر وصولنا تقريباً إلى 25 ألف قتيلاً في قطاع غزة. بما في ذلك أكثر من 10 ألاف طفلاً فلسطينياً لن ننساهم أبداً. وعلينا أيضاً أن نتذكر أكثر من 61 ألف جريح فلسطينياً في غزة. 70% منهم من النساء والأطفال. هذه الأرقام الهائلة من القتلى والجرحة كان يجب أن يتم الاعتناء بهم. ويتم الاعتناء بهم حتى الآن من قبل نظام صحي فلسطيني باسل تعرض لهجوم من الكوات الإسرائيلية، كوات الاحتلال. لا يمكنني أن أتذكر أي نزاع مسلح آخر في تاريخنا الحديث حيث قام جيش الاحتلال بطريقة منهجية بمهاجمات وإخلاق المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأساسية ومراكز الخدمات الصحية وقتل الممردين والأطباء وكل أنواع العمال الصحيين. بالنسبة ل... ونعود مرة أخرى إلى ضيفي من أسلو دكتور مادسون جيلبرت مسؤولي البعثة الطبيعي الانيروجية إلى غزة. دكتور حييكا أتأسف على هذه المقاطعة. ودعنا نعود لأكثر من مئة يوم من الحرب على قطاع غزة. ونستكمل ما بدأناه في هذا الصياق. تفضل دكتور. كنت أقول لكل المشاهدين ولنا جميعا أنه يجب علينا أن نأخذ لحظة بعد مرور مئة ويومين على بدء هذه الهجمات الإسرائيلية. على كل سكان غزة وعلينا أن نتذكر أيضا ما يحصل في الدفة الغربية. علينا أن نتذكر أكثر من 24 ألف شخصا قتلوا. من بينهم أكثر من 10 ألاف طفلا. علينا أن نتذكر معاناتهم وألامهم. هؤلاء الأشخاص الذين وصلت عددهم إلى أكثر من 61 ألف شخصا إما جرحوا أو قتلوا. أشخاص تعرضت أطرافهم للبتر. مختلف الإصابات. أشخاص يعانون في هذه اللحظات بسبب نقص المستلزمات. علينا أن نتذكر أيضا وأن نشيد بالعمل الباسل الذي يقوم به الطاقم الطبي في غزة الأطباء والممردين والمصعفين في سيارات الإسعاف. خسرنا أكثر من 400 منهم ونود أن نقول لهم أنهم كانوا يحملون العبء الأخلاقي لما كان يجب أن يتم من قبل البلدان الغربية لهؤلاء الأشخاص الذين لم يتركوا المرضى والذين وقفوا إلى جانب المرضى. الوضع الآن هو كارثي. هذه الكارثة صنع الإنسان وهي تستمر في هذه اللحظات. وإذن هذا القتل والجرح للفلسطينيين من قبل الكوات الإسرائيلية مستمر. وخلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية قتل 160 شخصا إضافيا وجرح أكثر من 320 في قطاع غزة. ومن ثم هناك أرقام أيضا من الضفة الغربية. هذه الأرقام تأتي من نظام صحي معرض لأعباء بشكل كامل وهو يتحمل خمسة أضعف قدرته في المستشفيات المتبقية. وعلينا أن نتذكر أيضا أن الهجمات الإسرائيلية والحصار أجبرت 30 من أصل 36 مستشفى في غزة على الإغلاق. وإذن هذه كارثة صحية كبيرة من صنع الإنسان صممتها وطبقتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المشاكل إذا كنا بإمكاننا أن نسميها مشاكل أو كارثة تستمر بسبب الحصار على قطاع غزة الذي يمنع المساعدات الإنسانية من الدخول لمساعدة المستشفيات من خلال إمدادة الوقود والأغذية والأدوية. هناك فقط عدد محدود من التواقم الطبية التي يسمح لها بالدخول ولا يسمح لهم بالتحدث عن الأوضاع. وبعد المائة ويومين لم نرى أي إجراءات مهمة تمت وهذا يشمل إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار فورا. النصيحة الوحيدة التي يمكن أن أقدمها لمساعدة هذا الوضع هو وقف إطلاق نار فوري ودائم وفتح قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بالدخول تحت رعاية الأمم المتحدة وليس إسرائيل لأن إسرائيل تمنع دخول هذه المساعدات. وعلينا أيضا أن نستعيد أو أن نعيد بناء نظام الصحة في فلسطين من خلال إعادة فتح العيادات والمستشفيات وإعادة بنائها لكي تتمكن من تولي مسؤولياتها الوظوفية. نحن لسنا بحاجة الآن إلى إعادة بناء نظام للإغاثة الدولية. نحن بحاجة أولا بحسب ما قال الدكتور يوسف أبو ريش من وزارة الصحة أننا بحاجة إلى إعادة تعزيز نظام الصحة الفلسطيني. وأخيرا علينا أيضا أن ندعم القاضية التي تم تقديمها أمام محكمة العدل الدولية لأنه يجب أن تتم محاسبة إسرائيل على هذه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها. وعلينا أن نتذكر أنه في غزة هناك 350 ألف مريضا بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض الكلة والأمراض المعدية. وهناك أيضا أمراض معدية جديدة تنتشر في هذه اللحظات. وهؤلاء المرضى يقتلون بسبب نقص الرعاية الصحية. علينا أن نقف ذلك. والطريقة الوحيدة هي رفع الحصار ووقف القصف من أجل إيصال المساعدات الطبية. هذا فشل أخلاقي كبير من قبل العالم الغربي يستمر منذ أكثر من 100 يوم. دعني أسألك سؤال أخير وأتمنى أن تكون الإجابة مختصرة. لأن ما زالها يدعي الاحتلال الإسرائيلي من أن المقاومة الفلسطينية تستخدم المشافي في قطاع. غزة كنقاط عسكرية. وما زالها يدعي أيضا أنه لا يريد إدخال وقود بنسبة كبيرة إلى هذه المشافي. من أنها تذهب إلى المقاومة لاستخدامات عسكرية إلى آخره في هذا السياق. وأنت أدرمي بي مني بالتأكيد. هل هذا حقيقي وأنتم كنتم جزء من القطاع في يوم ما؟ وما زلت حتى هذه اللحظة أنت متابع بدقة لما يحدث داخل القطاع. وخصوصا داخل القطاع الصحي في قطاع غزة. فطعا لا. لم يكن هناك أي دليل عن هذه المزاعم سوى بعض الأدلة المسرحية. أن صح القول من قبل إسرائيل. علينا أن نتذكر أن السلطات الصحية في فلسطين والحكومة القائمة في غزة. قالت منذ بداية هذه الحرب ردا على هذه المزاعم أنه يمكن إرسال لجنة تحقيق دولية. يمكن النظر إلى كل المستشفيات. ليس هناك أي شيء لنخبئه. فإذن دعت هذه السلطات لجنة التحقيق للدخول لتبيان ذلك. ولكن إسرائيل منعت ذلك. هي تكذب وتستمر في هذا الكذب. وتستخدم هذه المزاعم من أجل المدافعة عن هجماتها ضد فلسطين. أنا لم أسمع مثل هذه الأكاذيب من قبل بدون أي دلائل من قبل نظام حكومي مثل إسرائيل. أنا لا أظن أن هذه المزاعم صحيحة. وأنا متأكد أن العمال الصحيين لم يروا هذه الأفعال. هذه مجرد حجج. وكيف يمكن أن ندافع عن مقتل أكثر من عشرة ألاف طفلاً ومن ثم نسمي ذلك هدفاً عسكرياً. هذه أكاذيب ونظر العالم إلى هذه الأكاذيب. وعلينا أن نعزز التضامن مرة أخرى. وعلينا أن نطالب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري. وأن يتم وقف هذا الاستيطان والاحتلال من قبل إسرائيل من خلال الحلول السياسية. رفع الحصار الاقتصادي وفرض العقوبات مثل ما حصل في حالة روسية عندما اشتاحت أوكرانيا. لا يمكن أن نستمر في ذلك. علينا أن نقف ذلك فوراً. دكتور مادسين جيلبرت مسؤولي البعثة الطبية للوجية إلى غزة. كنت معي عبر الإنترنت من وصله. شكراً جزيلاً لك دكتور.